هل تعلم عزيزي المشاهد أن السبب الرئيسي للوفاة في العالم هو القصور في عضلة القلب؟ كتير بنسأل نفسينا حنعمل إيه أو ما بنعملش ليه في قصات طبية وإيه هو الوقت المناسب اللي مفروض أعمل فيه فحص طبي على قلبي علشان أتفادى أي مضاعفات ممكن تحصل؟ بنسأل نفسينا هذا السؤال وإحنا مش عارفين إن إحنا الفاست فود والتدخين والضغط العصب ومتلازمة القلب المكسور وكل دي عوامل ممكن في لحظة توقف من عضلة القلب اللي بتشتغل 24 ساعة سبعة ايام في الأسبوع طب لو الشاب وصل لسنة الأربعين هل محتاج يروح يعمل فحص طبي للقلب؟ هل السنة هو المعار الأساسي لإجراء هذا الفحص؟ ولا ممكن شاب في العشرين يعمل فحص لقلبه يا باسنت؟ تسألني أنا؟ لا لا أسألني خليني أقول لك على حاجة إن إحنا بقينا للأسف مؤخرا كتير قوي بنسمع عن شباب صغير قوي حصل وأطفال والله بجد يعني دخل نام مصحيش والله هو بيقاعد ويقول لك رياضي ومش بيدخن يعني دايما في أسباب زيما أنت كنت لسه بتحكي إنه مثلا التدخين أو الفاست فود أو الرياضة كتير كمان فيها مشكلة النهاردة إيه اللي حصل مختلف؟ يعني زمان كان تلاقي الإنسان صحته كويس قوي لغاية سن السبعين فيما فوق النهاردة بلاقي الشباب في سن صغير وبصحتهم أصحاء كويسين قوي وفجأة بيحصلوا يعني بالزبط إنه فجأة قلبه يوقف هل سترس بقينا نعيش فيه؟ هل إحنا فيه ضغطات كتير يعني في حياتنا موجودة أسئلة كتيرة قوي عايزين نعرفها من أهل العلم يعني لازم النهاردة نتوجه لأهل العلم عشان يجاوبونا على الأسئلة دي ويقولولنا هل نهاردة لما أتم الأربعين سنة مهمة بقى بعمل تشاك أب كل فترة؟ هل السن ملوش علاقة زي ما مصطفى كان لسه بيقول دكتور محمد السيد استشاري أمراض القلب هو اللي هيجاوبنا على الأسئلة دي صباح الفل عليك يا دكتور صباح صباح خير عندي سؤالين في سؤال يعني أول حاجة هل نهاردة لازم أعمل تشاك أب أول موصل الأربعين وإيه التشاك أب أصلا للقلب؟ هل هي تحليل دم؟ هل هي ضغط؟ يعني النهاردة بقيت أشوف دكترة لما أجي أروح أنا عايز أتطمن على نفسي لا لا أنت كويسة مفكيش حاجة طب أنا أتطمن أنا عارفة أنك يعني أنا بس أتطمن أن أنا كويسة إيه التشاك أب اللي أنا محتاجة أعمله؟ تمام إحنا بداية من رأة يعني زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة إن إحنا السبب الرئيسي أو السبب الأول لأزمات القلب هو قصور الشرعين التاجية ومن هنا بنشوف عوامل الخطورة اللي بتأثر على الشرعين التاجية ونبدأ نعمل لها تشاك أب في سن الاربعينات وخصوصا إن إحنا بدأنا نلاحظ زيادة نسبة عدد الجلطات في الشرعين القلب في اللي كانت بتجينا في الطوارئ كان زمان بنعارفين إن الجلطات دي بتيجي أكتر في سن الخمسينيات الوقت عدد بتيجي بسن البدري في العشرينيات يا دور في العشرينيات ده حقيقة وإحنا هنا بنقول يعني ما تبدأي بحشروبات طاقة ولا فستفود ولا حزن عوامل كتير مش عامل واحد فإحنا لو حنعمل تشيك لازم بنقول المريض لازم قال إنت وصلت سن الاربعينات ماينفعش ما تكونش عارف ضغطك كام فأنت على الأقل بتشيك الضغط بتاع حضرتك وتكون عارف مقاس ضغطك كام عشان بيجي المريض يقول لي أنا عمري ما كنت مريض ضغط لأ إنت عمرك مقست الضغط بتاعك قبل كده فما تعرفش أنت مريض ضغط ولا بيجينا برضو مستوى الدهون في الدم المستفع مستوى الدهون في الدم من أحد الأسباب التي تسبب انسداد الشرعين التاجية ومن هنا يجي المريض وقول لي أنا عمري ما كان عندي دهون لأ إحنا ما عملناش تشيك وعرفنا الدهون بتاعت حضرتك عالية ولا لا وخصوصا بيكون فيه ارتفاع في مستوى الدهون عالي سببه قد يكون وراسي أو غير وراسي وبالتالي الدهون من أحد الأسباب التي تسبب انسداد الشرعين فلازم احنا بننصح الناس اللي في سن الأربعينات تكون على الأقل عملت مرة تحليل دهون وعرف هو في أنهي مستوى في الدهون وهل الدهون بتاعته في المستوى العالي وخصوصا الدهون الضارة اللي هي الـ LDL لو الدهون قليلة الكسافة هل أنت في المستوى الذي يسبب الخطورة لحضرتك وبالتالي أنت محتاج تدخل كعلاج أو كذا أو كذا نفس الوضع السكر في الدم يجي لنا مرضى كتير جدا للطوارئ عندهم جلطة في القلب ونقيس السكر نلاقي السكر عالي هل حضرتك كنت بتاخد عليك سكر قبل كده يقول لي لا أنا عمري ما كان عندي سكر لا نلاقي السكر التراكمة كتير عالي إلى مستويات هو مريض سكر من بدري بس هو ما عملش تشيك فبالتالي هو ما عملش تشيك قبل كده ويجي نتفاجئ أنه عنده المرض ده طيب مستوى الدهون في الدم ده شيء مهم جدا لازم نعرفه وعلى الأقل نكون عرفناه مرة في سن الفترة دي التلاتيات والاربعينات مستوى السكر في الدم المفروض نكون عرفنا أن حضرتك ورجل تشيك أب لمستوى السكر في الدم هل أنت مريض سكر ولا أه الضغط بتاع البناء دم لازم حضرتك تكون بنقيس الضغط بصفة مستمرة أو صفة دورية قد نكون نقدر نقول شهر ست شهور أيا كان طبقا لحالة المريض اللي عندنا عشان خاطر لو هو مريض ضغط نبدأ ناخد العلاج الضغط المناسب نفس الوضع التدخين التدخين من أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب انسدادش في شرالين القلب نفس الوضع مشروبات الطاقة والحاجات المكملات الغذائية المشروبات الطاقة كارثة كارثة بالمعنى الحرفي كانت مركة واحدة مسيطارة على السوق النهاردة بقى عندنا أربع خمس مركات وشباب صغير يا دكتور بيشربها كأنها مشروب غازي وهو مش فاهم دي كارثة حقية الفرق بالمشروب الطاقة والمشروب الغازي هما اللي بين مضررين بالمناسبة بس طبعا مشروب الطاقة معاك احنا في بعض الدراسات الماجستير والدكتورة اللي اتعاملت على هذا الموضوع وأثبتت أن في ضرر مباشر على القلب وحضرتك أن احنا لأنها بتزود الهرمونات الأدريلين ونور الأدريلين في الجسم وبالتالي ده عائم الخطورة أول واحد لو خد واحدة يحصل في ايه اتنين يحصل في ايه تلاتة يحصل في ايه بص طبقا لكل احتمال اختاقة احتمال الجسم يعني فيه ناس متعودة أنه هو مع الحركة أو كذا ما بتأثروش قوي وفيه ناس بيتأثروا سهولة نفس الوضع التدخين نفس الوضع التلوث يعني بعض الحاجات أو الاسترس اللي عندنا أو التوترات اللي في الحياة اليومية الناس اللي بتعرض التوتر واسترس في حياة اليومية نفس الوضع بيكون عندهم المشاكل دي توعرضها لحدوث المشاكل بتاع شرعين القلب ومن هنا بدنصح فيه حاجات بنسميها موضفاية بالريسك فاكتور ونن موضفاية بالريسك فاكتور يعني التقدم السد بسبب مشاكل شرعين القلب أو العامل الوراسي دي مش هقدر أغيرها دي بصمة الإنسان أنا مش هقدر أغيره مش هقدر أقف عمره إنما فيه موضفاية بالريسك فاكتور إن أنا أقدر أغيرها عشان أحمي هذا المريض بمعنى إن أنا هقول له وقف التدخين طب لو المريض دي وقف التدخين لا المريض دي هيرجع نسبة حدوث الشرعين بتاعت مشاكل الشرعين القلب بتاعته هتقل طيب لو عام مريض ضغط وزبطنا الضغط بتاعه نرجع للضغط المثالي بتاعنا 120 أو أقل يكون أقل من 30 طبعا طبعا إحنا مشكلتنا في الضغط إن إحنا بنعتمد على البرشامت الضغط بس خلينا الأول نفهم مع بعض الضغط المناسب إيه 120 بصحة حضرتك إحنا كنا بنعتبر الضغط لغاية 130 و140 ده مقبول ولكن جمعية القلب الأوروبية أصدرت في توصياتها الأسبوع اللي فات إن إحنا فوق 120 أو الضغط ما بين 120 لم 140 أعاد التعريف وإليفيت البلد برشير يعني الضغط بتاع حضرتك لازم يكون أقل من 120 ده المثالي طب لو إحنا من 120 لم 140 بنعتبره بداية كان زمان بنقول الوقت بنقول وممكن نلجأ لإحنا نضيف بعض الأدوية حتى نخلي الضغط أقل من 120 طيب فوق 140 ده مريض ضغط مرحلة أولا طيب إحنا الضغط من الحاجات اللي بتهمل إن إحنا كله متعود إن إحنا لازم نأخذ البرشامة طيب ماشي فيه إحنا ما جربناهوش أو لازم نحفز المريض إن إحنا حاجات بسيطة جدا زي الرياضة مشكلتنا فترة اللي إحنا مريحين فيها أو اللي إحنا قاعدين فيها فترة كبيرة سواء في سواء العربية سواء في كذا سواء في الأعضاء سواء في كذا فبالتالي إحنا السيدنتر أو الأسلوب الحياة السيدنتر بيخلي الضغط دايما مش مزبوط طيب لما طلوب المريض لازم يمارس رياضة طيب حد خد راح وراح وخد الدواء وعمل تحليله وخد برشامة الضغط زي ما حضرتك قلت وقعد عليها سنة واثنين وده بقى يعني حاجة مش بتحصل في مصر بشكل ده كل الناس بتعمل كده مفروض يكشف كل قد دي ويعمل تحليل كل قد دي ويرجع للدكتور ممتاز أنا أول ما بيجي للمريض وإحنا خلاص وصخصنا حضرتك إن انت عندك الاتفاع في ضغط الدم بننسى حضرتك باللايف ستال موديفيكيشن إن احنا نقلل أكل الملح ونشرب الضغط بتاعنا يوميا عشان نشوف هل البرشامة اللي حضرتك أخدتها ديت مناسبة لحضرتك ولا لا ماورد فعل جسم كل من آدم بيختلف من واحد للتاني اتجاه قدوية الضغط ففي واحد يديله للبرشامة لسه ما كابتش نتيجة والتاني تهبط ضغطه والتاني تصبط ضغطه طيب أنا اديت حضرتك الجرعة ديت هل الجرعة دي مناسبة لحضرتك يستلزم ان احنا بنقيس الضغط بتاعنا مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية أسبوع ونتطمن ان احنا وصلنا للضغط المثالي بتاعنا طيب خدنا البرشامة وبقينا كويسين وماشيين يبقى بنقيس الضغط مرة في الأسبوع عشان نتطمن ان الضغط ما بيعلش لما بيجي لي مريض خد العلاج بتاع حضرتك خد العلاج وماشي ويبقى كويس وبيقس ضغطه كل أسبوع الدنيا بقت كويس طيب جالي بعد 6 شهور سنة وقلقيت ضغطه عالي ما هي الأسباب التي تسبب ارتفاع ضغط الدم في المريض رغم أنه مستمر على أخذ الدواء اللي حضرتك كتب تقوله الأسباب أنا بقعد عدهم مع المريض كده وبقوله الأسباب اللي تسبب ارتفاع ضغط الدم في حضرتك رقم واحد مسكلكي وليش اللي هو بيقس الضغط قسو غلط رقم اتنين فبتأكد أسو ضغط دي غلط يعني إيه عشان في ناس مش فهم أنا طالع سلم هل ينفع عائز ضغطي لا أنا هذا صحي من نوم مش هل ينفع عائز ضغطي بوصل حضرتك عائز ضغطي إمتى بالزبط ما أنا بقوله حضرتك احنا دايما اللي منتاب نقوله بوصل المريض أن هو بيتابع ضغط under beasal condition يعني مش عامل مجهود وجاب إيس الضغط مهم المجهود والضغط بيعلم مش عامل خناقة أو متخانة أو مزعع أو دايما يسي الضغط مش صحي من نوم وبيس الضغط ما أنا بقوله حضرتك احنا بنقيس الضغط under beasal condition فبالتالي نقيس الضغط طيب ممكن هو المريض معادي رايح حد أصله الضغط ما كانش سامع كويس أو في المستشفى أو في الطوارئ فبالتالي بيكون في دوشة حواليه مش سامع الضغط كويس فبيقوله ضغطه رقم كذا وبالتالي ممكن يكون المسكالكيوليشن هو أحد أسباب ارتفاع الضغط والمريض مش مريض الضغط أو الضغطه مش عالي النقطة التانية مثل دوز يعني المريض نسي ياخد علاجه يوم اثنين تلاتة أصله كان بيسافر فيه ونسي العلاج في البيت فيومين تلاتة تبصت لها الضغط تاني نقطة التالتة الملح أكل الحاجات المملحة زي المخللات زي الحاجات السمك المملح فالمريض بيكون ماشي كويس يجي في موسم كالحاجة مملحة يجي لي ضغطه عالي أنا لما أكل ملح وأشرب مياه وراه كتير فبالتالي كانك إديتك محلول ملح يرفع الضغط في الوريد بعد كده في حاجة عندنا اسمها إن المريض لما بيتعرض لنوبات ارتفاع أو نوبات عصبية بيتعرض بيحصل ارتفاع في ضغط الدم فده اسمه طيب بعد كده إن احنا بنقول المريض لا بنقع المريض بنقول له لا خد علاجك بانتظام الرجل بتاع حضرتك وفضل إن احنا لو الجهاز الإلكتروني يكون موجود عنده في البيت ويئيس في البيت طيب كان فيه بوست كده مشهور قوي على فيسبوك كذا واحد يعني إنه بيقولك دايما ما تضايقش أولادك قبل ما يدخلوا يناموا عشان خاطر ممكن يدخلوا يناموا ما يصحوش هل ممكن يعني عضلة القلب تتأثر في الحزن الشديد لدى الأطفال خلييني أقول والكبار أريد أتكلم عن الحزن كمان عند خلاص بقى الناس طبعي الكبار في السن أو يعني أربعينات فيما فوق الحزن الشديد ممكن يأثر على عضلة القلب باختلاف الأعمار دي حقيقة دي حقيقة لأننا نستطيع ننكرها يعني فأحنا عندنا متلازمة القلب المكسور أنه هو حضرتك نتيجة نوبات العصبية أو نوبات زعل كلمة دي جديدة علينا أو يا دكتور لا نحنا عندنا ده لا خالص ده احنا بيجينا المريض عنده ضعف جديد في عضلة القلب وعنده تغيرات في رسم القلب تشك أنه كأنه جلط وبنخش نلاقي شرعين القلب كويسة وبينشخصوا تكتسوبة أو متلازمة القلب المكسور وتفسيرها العلمي أنه إحنا لما بنتعرض لنوبات غضب عنيفة أو نوبات زعل بيطلع كمية أدرينيب من أدرينيب الجسم بتكون عبقة على القلب أو بتخلي القلب يشتغل أكتر من تقتل لدركة ممكن تسبب ضعف في عضلة القلب طيب ضعف عضلة القلب ده في الغالب والحمد لله رب العالمين معظمها بتكون ريفيرزابل وبترجع تاني مع الأدوية تتحسن لنما حضرتك الأزمات القلبية وبتسبب يعني بتسبب أو النوبات الغضب أو الزعل بيسبب مشاكل مباشرة أو تأثير مباشرة على القلب ده حقيقة وبالتالي بننصح أننا ما نتعرضش للنوبات العنيفة دي نكون وطفاق مع بعض نأخذ الأدوية فتلا يتقدني أحسن شوية خليني أسأل السؤال بالشكل المختلف تمام القلب حب أو بالإنسان في حالة حب تمام أو جاب مجموع كويس تمام أو عمل إنجاز في شغل ده يبقى ناكد بقى لو إحنا في الفرح لا لا بالعكس مش بتكلم أنه هو يموت بتكلم أنه هو بيفرح هل ده يداوي ما أفسده الزمن بص حضرتك الأكستريمي أو حلو السؤال ده هو أنت قلبك حيدق كويس تمام بص حضرتك برضو الإكستريميتيز يعني إحنا خلينا خيره الأمور الوسط أيما أنا أتكلم في الفرحة أتكلم في الفرحة الزائدة خيره الأمور الوسط يعني إحنا شفنا يعني برضو هو بيكون في وسط الفرح برضو فيه توطر يعني تشوف عريس توفى ليلة الدخل من إيه ده التوترات اللي هو هو فرحان بس متوتر من جوا إحنا شايفينه فرحان بس هو متوتر ده كتير حالات كتير من الإرسان توفوا ليلة الفرح معاك معاك عنا دايما بيقول له حضرتك الإيموشنال استرس سواب يعني ده مش متلازمة قلبه مكسور بالتأكيد ده مش قلبه مكسور هو الفكرة إن إحنا الاسترس نفسه بيزود ضربات القلب وزيادة ضربات القلب من أحد العوامل بيقولوا دايما أن الناس اللي عندهم تارجت في شغلهم أما أكتر الناس عرضة ده كله استرس ده كله أنت متعرض لمواقف بتزود الهرمونات لسترس هرمون اللي موجودة في الجسم سواء الأدرانين نور أدرانين الكورتزون حاجات دي كلها بتأثر تأثير مباشرة على القلب طيب دكتور عشان نطلع بنصائح مفيدة للمشاهدين دلوقتي بتفرجوا علينا إيه الأعراض اللي لو ظهرت على حد يروح دلوقتي حالا للمجنسيروم أو للطوارد ممتاز الوجع الشديد في الصدر اللي احنا بنسميه الكاردياك بين كنا زمان من يقول تيبكا لو أتيبكا للوقت الكاردياك بين وجع شديد في الصدر وخصوصا لو هو مع مجهود أو موشنر استرس وبيسمع لما يكون بيسمع في الدراع أو في الفك وبيسحبه تعرق بيمكن الوجع بتاع الصدر يسمع في الفك من هنا وممكن يسمع أكتر في الدراع الشمال ويصاحبه تعرق وهبوط بيديه بنقول له توجه للطوارد طب إحنا في الطوارد هنعمل له إيه حاجات بسيطة خالص سواء رسم القلب سواء إنزيمات القلب وبنطلب له الحاجات اللي هي الإيكو على القلب الحاجات المبدئية طب لو الأمور ده مستقرة وعملنا إنزيمات القلب مرة واثنين بعد ست ساعات أو بعد ساعتين طبقا للرشادات بتاعت كل مستشفى ولو لقين الدنيا كويسة خلص إحنا بده بمتطمنين إن الرجل ده ما عندوش حاجة طرقة طيب لو هو ما عندوش حاجة طرقة خلص بيجد اللي أتوجه إنه اللي مع الدكتور في العيادة بتاعته يقدر يتطمن على نفسه أكتر عايزة بس أقول حاجة إنه ساعات كتيرة قوي بنوح للطوارئ ويعمله التحليل والفحوصات وتطلع كويسة لو أنا لسه حاسس بواجهة هل أصم من أنا أفضل موجود لغاية ما أتطمم لا هنا حضرتك في عندنا أو كل رشادات العملية بتكلم في حالات الجلطة الحد حالات الجلطة الحد دي بتتحجز في المستشفى طب لو الحالات مش جلطة حد ممكن إديها علاج ودى تشارج البيت تروح البيت وبعد كده بتتابع مع الدكتور في العيادة طب حالات الجلطة تتشخص بإيه برسم القلب وإنزيمات القلب ممكن يكون رسم القلب فيه تغيرات تخليني أحجز المريض وإنزيمات القلب طبعا لو هي موجبة ممكن ما تكونش موجبة حتى ست ساعات طبعا هاي سنتر ترونين أو التروبينين على الحاسسية ده ممكن يتظهر في أول ساعتين من حدوث الجلطة لو الأمور مستقرة والإنزيمات القلب سلبية ورسم القلب كويس أنا أقدر أقول للمريض ده يأخذ علاجه ويقدر روح البيت طب لو مريض عملت له الإنزيمات والأمور سلبية والأمور كويسة بس هو المريض ما زال بيشتكي وبيتوجع أنا ناس معالج المريض ده أنا مش هروحه وهو ما تحلتش المشكلة إنما لو المريض الواجعه بتاعه خف والإنزيمات بتاعته قلت ورسم القلب بتاعه كويس أنا هول المريض ده روحه وبتعال لي في العيادة الخارجية ففكرة أن إحنا عشان ما نعملش ضغط على الطوارئ في المستشفيات الطوارئ ده بيتعامل أو المستشفى بتتعامل أو قسم الطوارئ بيتعامل مع الحالات الطرقة الحالات الطرقة اللي هي جلطات ويوجهك بعد كده لو أنا متطمن على المريض بتاعي إنه هو ما عندوش الجلطة قدر أن أنا أقول المريض تقدر تروح ويتتابع في العيادة الخارجية هو المريض أنا مش هارمي مش هارمي لا يبقى ييجي في العيادة الخارجية طيب لو هو عنده جلطة المريض دي بيتحجز في المستشفى في العناية المركزة ونبدأ نعمله وبقى الفحصات طيب أنا حاجة في المريض المستشفى طيب لو إحنا عندنا الجلطة المكتملة دي بتتشخص من رسم القلب لإعادة السيمي طيب لو إحنا عندنا مريض ده جلطة مكتملة كل العالم بيقول إن المريض ده بيستفاد من دخوله القسطرة في أول 3-4 في أول 6 ساعات ممكن 12 ساعة على غاية 48 ساعة صحيح يبقى أنا وجالي مريض جلطة مكتملة ده مش هارمي ده مفوش فصال ده بيخش مباشرة على قط الأسطرة أو بنيدي مزيب الجلطة طيب كان البرتوكول بتاعها موجود في كل مكان طيب لو إحنا جلطة غير مكتملة ورسم القلب مش موضح جلطة خلص إحنا بناخد العلاج وممكن نحجز المريض في العناية المركزة أو المريض يقدر روح لو الوجع بتاعه خف والدنيا كويسة ويتابع مع الدكتور صحيح لحال إحنا نتمنى بس إن إحنا نتجنب أصلا وصولنا للمرحلة دي طبعا وكل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى لكن الأكل الصحي وعدم ممارسة الرياضة بشكل مفرد برضو يعني أو على فكرة بعض الأحيان بتبقى المكملات اللي بياخدوها برضو الرياضيين أو هي بتبقى السبب يعني في يعني الأزمات القلبية اللي بتحصل الأكل المفيد لعب الرياضة المشي الحاجات دي كلها أكيد هتحصل لنا من اللايف ستايل بتاع حياتنا بشكل عام فبالتالي هيأثر إيجابيا على صحة قلبنا شكرك دكتور محمد السيد استشاري أمراض القلب كل شكرا لك يا فندم نتمنى الصحة والسلامة أكيد لكل المشاهد شكرا جزيلا لحضرتك خلي بالكم من قلوبكم